الى شرق البلاد حيث لقي جنديان يحطفهما واصيب اخران بجروح خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة في منطقة اقليم الدنباس وفقا لقيادة القوات الموحدة فان المسلحين الموالين لروسيا اطلقوا النار خمسا وعشرين مرة باستخدام الاسلحة الخفيفة واستخدموا قذائف الهون مرتين بلدات نافزفانكوفكا ومارينكا وفديان كانت الاكثر توترا على خطوط الجبهة واكدت الاستخبارات الاوكرانية مقتل خمسة بسلحين واصابة ثلاثة بجروح في ليلة السابع من يونيو تفاقم الوضع في منطقة لوهانسك حيث اطلق المسلحون النار خمس مرات باستخدام قذائف الهون من عيار مائة وعشرين واثنين وثمانين مليمترا وذلك بالقرب من المناطق السكنية في بلدتي كريمسكي ونوبوتوشكوفسكي الوضع تحت السيطرة من قبل القوات الموحدة